واحد وثلاثون راضيعاً شاركوا في سواق الحفاظات السنوي الذي أقيم مؤخراً في نيويورك لكن كان من الواضح أن هناك فائزاً واحداً فقط بالسباق وهو لوكاس هو البالغ من العمر 14 شهر فقد كان الوحيد الذي تحرك على البساط من بين كل الرضع الذين شاركوا في بداية الصباق وقالت إليزابيث هو والدة لوكاس إنها نجحت مع زوجها في تشجيع راضيعها على الحبوة من خلال التلويح بالطعام الذي يفضله ويتضمن السباق عدة جولات وفي كل جولة يوضع ستة رضع على بساط يبلغ طوله ثلاثة أمتار وسبعين سنتيمتراً ويقوم الآباء والأمهات بتشجيع أطفالهم على الحبوة للوصول للجانب الآخر من البساط ويتأهل الفائزون في تلك الجولات لجولة أخيرة لبلوغ خطة نهاية في السباق الذي يوصف بأنه أبطأ دقيقتين في مجال الرياضة